السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة يمانيون لا تنسونا من الاشتراك بالإعجاب إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة يعني بتسجيل شاسة وعمل شروحات بأن المؤشر الموجس ما يطلع عش أثناء الشرح لذلك نحتاج إلى الذهب إلى هذا الموقع الـ RW Designer ثم الانتقال إلى تبويب غالاري ونكتب highlight ونختار من هنا المؤشرات التي نريدها بحيث تظهر أثناء الشرح وتكون يعني محاطة بالمؤشر نضغط على download هنا الآن أفتك معنا أتحمل معنا الملف بصيغة مضغوطة نقوم بفك الضغط عن المؤشر ثم ندخل إلى هذا الملف يعني الآن قمنا بالنسخ واللسخ هذا الملف الذي تم تنزيله نعمل extract نعم هذا هو الآن ندخل إلى الملف ونقوم بنسخه كاملا أو ننسخ المؤشر المطلوب مثلا أنا أروض هذا اللي هو بشكل السهم أعمل لكوبي ثم ننتقل إلى قرص الويندوز الذي محمل فيها الويندوز ندخل إلى ملف الويندوز ثم إلى ملف أو المؤشرات نروح الآن نعمل لاصق ونعمل استبدال الآن نذهب إلى قائمة إبدأ هنا الآن أصبح معنا هذا النورمال سيلكت نذهب الآن إلى قائمة إبدأ ونكتب موس وننتقل إلى عدادة الموس ثم إلى تبويب المؤشرات هذا أنا قد كنت عديته من قبل الذي هو الآن باللون الأصفر نعمل استعراض ونذهب إلى الكمبيوتر الويندوز ثم إلى كراوزر وهنا نقوم بإما من هنا تقوم بلصق المؤشر المطلوب أنا الآن أبحث عن الذي قمت بلصقه ندري في الراح مش مشكلة نقوم باللصق مرة ثانية علشان يظهر معنا المؤشر Right Click لصق ونعمل استبدال هذا هو الآن المؤشر نقوم بعمل فتح الآن أتغير اللون إلى اللون المطلوب نعمل تطبيق وموافق وهكذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر